أنه أنا أطلع بساحة التحرير وأقول يا بغداد ترى راح يصير بيش مثل ما صار بمرفأ بيروت يستوجب أنا خوف الناس بخصورة هاي عجيب عجيب ترى إحنا سبقنا بيروت إحنا صارت عندنا حوادث من مخازن عتاد تابع للشرطة الاتحادية وتابع للجيش وتابع لغيرهم أيضا صارت عندنا هذه الحالات أنه صارت وكان آخر همال قاعدة الصقر على ما أعتقد اللي هو كندس عتاد كان تابع للشرطة الاتحادية أو للجيش حسب التقارير اللي صدرت وكان سبب الانفجار هو ارتفاع درجات الحرارة وسوء التخزين طيب أنت أخذه حس أنت لا توفر شروط التخزين الملائمة على اعتبار أنه ما تقدر لأنه العراق في حالة حرب دائمة وهو هذا اللي حقيقة يريدون نبقى بهذه الدوامة حتى تبقى سلعتهم رائجة لأنه هم ناس حقيقة مفلسين سياسيا أحزاب السلطة الفاسدة اللي استولت على العراق واختطفته هذا هو حقيقة الأمر يعني من بدايته إلى نهايته أنت حاسب لي يعني رأس الهرم أو مسبب هذه الأمور وهذه الحالات بعدين ارجع لي شوف من اللي جاب هذا العتاد من اللي خزنه بطريقة غير صحيحة يعني أوجد أوجد لي حكومة تحاسب وتعنى بأمن وسلامة المواطن ليش الساعة كل هاي المشاكل تختفي